سيدنا يونس الله أرسله إلى قومه في نينوى العراق 33 سنة يدعوهم إلى الإسلام ما آمن به إلا 2 ثم بعد 33 سنة سبحان الله عصى الله بخروجه من قومه بدون إذن معصي صغيري ما فيه خصة ودناء من بعد ما حذرهم إذا ما احتؤمنوا بالله وبرسوله جاييكم من العذاب جاييكم بعد 30 وخرج من قومه قبل أن يأذن الله له لما خرج من قومه جايهم دخان ملع البيوت من الأعلى سطوح البيوت كلها انتلت دخان وظنوا أنهم سيهلكون قام شو عملوا دغري صاروا يفتشوا عن يونس بدنا نتوب إلى الله وين سيدنا يونس منوهم سألوا واحد ختيار شو منعمل قال توبوا إلى الله بنطقي بالشهادتين ورجعوا المظالم إلى أهلها عملوا هيك تاب الله عليهم ودخلوا كلهم بدين الإسلام أما هو سيدنا يونس وين كان كان وصل على شط البحر شاف ناس طالعين بالسفينة أم طلع معهم طيب الله يخبرنا أنه خرج من قومه غضبان على قومه مغاضبا لمين لقومه مش مغاضبا لربه اللي بيغضب على رب العالمين بيكفر بعدان الله يخبرنا أنه سيدنا يونس كان ظان أن الله لن يضيق عليه فماذا قال ربنا وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ أَنْ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ أَنْ لَنْ نُؤْخِذَهُ ولا يجوز اعتقاد أنه سيدنا يونس كان بيعتقد أنه الله لا يستطيع عليه فهمت هذا الكلام؟ حاشا ليونس عليه السلام أنه يكون بظل أنه الله لا يقدر عليه حاشا طيب فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه أن لن نؤاخذه بخروجه من قومه من غير إذن فهمت هذا الكلام؟